سلام عليكم أزيكم يا جماعة إن شاء الله طيبين وإن شاء الله نصر قريب وسلام وأمان يعود لينا ويعود لبلدنا وليأهلنا ونقدر نرجع لديارنا سالمين غانمين ونبتدي رحلة غد تكون شاقة اللي هي رحلة الترميم والإصلاح والتعمير الحصل في الحرب دي كبير وكثير وفي ناس يعني تأثروا تأثيرات بالغة وفقدوا الكثير والعزيز لكن يا جماعة الدنيا أحيانا بتضرب الناس بالطريقة دي والناس تاني مفروض ترجع تاني تحاول تصلح وتحاول تنظم عشان تقدر تستمر في الحياة دي أنا حبيت أشارك معاكم أهو بداية بتاعة وانس كده وكلام في ماذا بعد سميت السودان والقادم ما هو القادم يعني القادم إنه الناس دي بعد ما يستتبى الأمن ويرجعوا للحطة اللي هم كانوا فيها ولا بيوت وملاكدة حيلحظوا تغيير كبير جدا في أسلوب الحياة وفي شكل الحياة ويبتدوا يعني يرجعوا لأماكن أو لحالة كانت ما متخيل إنها يعني بالنسبة لكثيرين حتكون صدمة كبيرة وتغيير كبير جدا ولكن كذا نحاول نحن نفكر في إنه أو نشوف كيف نحن نقيم وضعنا ده وكيف نخطط لإنه نصلحه والقصة دي حتكون قصة بطيئة ودائرة تعب شديد وحتاخد وقت طويل الناس مفروض تحاول تفكر بطريقة واقعية وتبعد عن تفكير إنه نحن والله أنا دائرة رجحتان لحياة السابقة أولادي بيمشوا مدارس سمحة وأنا ركبة عربية سمحة وأنا لابسة تياب إيش وانت نابس شغال في وظيفة إيش وانت كذا يعني الحاجات دي نحن نخطط إنه نرجع لهذا المستوى من الحياة في يوم من الأيام ولكن في الوقت الحالي دي حاجة ما واقعية وما حقيقية الناس لما انتجي ترجع تحاول تفكر إنه كيف أنا ابتدي أخطط لترميم حياتي وبعض الناس بيفكروا أبعد من ذلك ويقولوا ترميم حياة من حولنا كذلك يعني نساعد اللي حولنا برضو وده دي حاجة نبيلة جدا وإحنا حاجة بنشوف إنها حاصلة في مجتمعنا السوداني ودير إنها تستمر وتكبر والناس كلها تقف مع بعض عشان كده أنا ذكرت لو لاحظت هنا في البورد ده أنا ذكرت نحن محتاجين شنو يعني نحن محتاجين الحاجات دي كلها محتاجين أكل وشراب محتاجين أمان محتاجين صحة محتاجين تعليم محتاجين ترابط محتاجين مسكن طبعا محتاجين البنية التحتية بتاعاتنا تصلح محتاجين نصلح اللي تخرب كله محتاجين أبطال محتاجين أبطال محتاجين الأي منا بطل 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 بطريقته الخاصة والتفكير في كل هذه الاحتياجات يقول ليك أنا والله وأولادي المدارس وما بعرف إيه شبتا أيوان إحنا عارفين الوضع سيء وليتفقد كتير لكن خلونا نفكر في كل من هذه الأمور بطريقة منطقية وبطريقة تساعدنا ننظم حياتنا أو ننظم طريقة تفكيرنا عشان نقدر نتعامل مع كل من هذه الأشياء واحدة واحدة طيب أنا جبتها لو لاحظتوا هنا الصورة دي اللي هي دي رسمة بتظاهر حاجة اسمها هرم مازلو للإحتياجات الإنسانية مازلو's hierarchy of needs أنا هكبره عشان نقدر نفهم أكتر أنا قصد شنو دا يريد شنو طيب عشان أديكم بس خلفية للموضوع ده مازلو دا اسمه أبرهام مازلو هو عاش في القرن السابق من بدايات القرن لحد سنة سبعين تقريبا توفى وهو كان اقتصاصي نفسي وتقدم في هذا العلم وطلع بنظرية اسمها نظرية الدوافع الإنسانية أو human motivation كان شغلت كلها إنه الحاجة اللي بتخلي الناس تسعى وتعمل وتكتهد في الدنيا دي هي شنو الدوافع دي شنو ونتيجة للأعمال أو نتيجة الأبحاث بتحته وكذا وصل ليه إنه صمم هذا الهرم هذا الهرم والهرم دا هو أداة ممكن تستخدم بطرق مختلفة هو حاول يشرح فيه إنه احتياجات الإنسان الاحتياجات الإنسان بتبتدي من احتياجات أساسية جسدية فيسيولوجية وتتطور خطوة خطوة إلى أعلى لحد ما يصل هذا الشخص أو هذا الإنسان إلى ما يسمى بـ self-actualization اللي هو دا يعتبر الهدف الكبير من حياتنا كل إنسان نظريا كده عنده هدف أو عنده غاية من حياته هو كشخص كفرد في بعض منا ما كل الناس بيصلوا للمستوى دا طبعا من تحقيق الزات والحاجات دي في ناس كتار بينجحوا بدرجات مختلفة ولكن تحقيق الزات هو درجة من درجات النجاح اسمها التميز والتميز دا ما متاح لكل الناس في ناس معينين درجة يعني أقل من واحد في المية في العالم دا وصلوا إلى هذه الدرجة من النجاح والتفوق ولكن خلينا من الكلام دا السعى النظرية في هذا الهرم إنه الإنسان وأنا حوركم إنه الهرم دا ممكن في الحقيقة ما يستخدم فقط للأفراد ممكن يستخدم للمجموعات وللجماعات وللسوسيتز يعني حتى المجتمعات المختلفة يعني طيب النظرية في هرم مازلو إنه إنت أنلس إنك حققت الاحتياجات الأساسية اللي هي في قعر الهرم هنا ما هتبتدي تفكر في اللي بعدها إنت هتكون إستق هنا لازم هذه الاحتياجات يتم تحقيقها عشان إنت تقدر تنتقل إلى مرحلة أخرى من الاحتياجات تعتبر مرحلة متقدمة أكثر ولما يتحقق نمرة 2 تمشي إلى نمرة 3 ونمرة 4 وهكذا يعني تطور الإنسان وتقدمه في هذه الحياة يعتمد على الظروف المتاحة ليه كلما كانت الظروف أفضل وإحتياجاته الأساسية متوفرة كلما كان هو عنده مقدرة إنه يتقدم في هذه الحياة ويطلع درجاته المختلفة لحد ما يوصل لتحقيق ذاته يعني طيب الاحتياجات الأساسية دي شنو هي؟ يعني مثلا إنه نجي نحتياجات الجسدية والفيسيولوجية اللي هي أنت جسدك ده محتاج للشنو عشان يظل حي محتاج لأكل شراب محتاج لأكسجين محتاج لإنه يقوم بالعمليات الإخراجية المختلفة محتاج للمياه محتاج دي الحاجات الاحتياجات الأساسية التي تبقي جسدك في حالة شغل يعني شغله يكون مضبوط وإنه يكون عايش حي موجود على سطح الأرض كمية الاحتياجات الأساسية دي تكبر أو تصغر على حسب إنت فياته موقع ولكن دي النظرية الأساسية دي الفهم العام للقصة دي إذا تحققت هذه الاحتياجات إنت موجود في ظرف فيه أكلك وشرابك ومويتك وكذا موجودات ومتوفرات وعملية الإخراج بتحتك يعني عندك دورة مياه وعندك أكل وعندك شراب وعندك كذا وإنت جسدك ده صحي وسليم تبتدي تمشي للمرحلة البعدة اللي هي حاجة اسمها safety needs اللي هي الحاجة للأمن والأمن إذا مش فقط الأمن على حياتك هو هذا طبعا جزء منه ولكن الأمن الأمن الاقتصادي إنه إنت عندك وظيفة ومؤمنة وإنكم ثابت عندك دخل تقدر هناك الأمن التعليمي الأمن الصحي الأمن في المجالات دي كلها اللي برضه تعتبر أساسية واللي هي بتأهلك إنه إنت تعيش في هذا المجتمع بصورة آمنة ما بتكون عندك هلع من إنه أنا ما قادر أوفر إحتياجاتي أو إحتياجات أسرتي ما قادر أحسب الأمان ما قادر يعني حتى الأمان بمعنى الأمن يعني إنه أنا ما أتعرض للنهب ولا أتعرض للقتل ولا أتعرض للضرب ولا دي كلها إحتياجات الأمان اسمها ودي برضه درجة يعني الدرجة اللي أعلى شوية من الإحتياجات الأساسية يعني مثلا أنا أديكم مثال لو في زول إحتياجاته الجسدية اللي هي مثلا أكل وشراب دي ما إتوفرت هو ما هيفكر في إحتياجات الأمن ممكن يضطر يتهور عشان يمشي يجيب أكل وشراب رغم الأمن اللي ما متوفر يعني فهو ما هيفكر في الأمن هو هيفكر في أنا دائر أكل وأشرب عشان ما أموت من الجوع والعطش صح؟ وهكذا فإبقى النظرية بتحت المبنية على إنه هذه الدرجات من الإحتياج لازم توفر الدرجة السفلة عشان تقدر تمشي للأعلى منها والأعلى منها والأعلى منها الاحتياجات الاجتماعية دي هي الحاجة للانتماء أنا يكون عندي علاقات أسرية عندي علاقات في الحلة عندي علاقات في البلد عندي كده يكون عندي شريك حياة يكون عندي أبناء يكون عندي علاقات مختلفة ملاقات في العمل علاقات في الكده بعد ذلك بتجي درجات أعلم يعني دي كلها احتياجات تعتبر أساسية في المجتمعات نحن في نظام مجتمعي ونحن ككائنات مخلوقين عشان نكون يعني مخلوقين عشان ننتمي لمجتمعات بالمناسبة ما مخلوقين عشان نعيش برانا الإنسان كائن اجتماعي فيبقى حكاية الترابطات والعلاقات دي حاجة مهمة بالنسبة لينا ولكن طبعا تقل أهمية من أنه أنا أقدر ألقى الحاجات الأساسية بتحتي الزكرتها قبلي كده ونمشي إلى أعلى اللي هي حكاية الحاجة للتقدير والحاجة للتقدير دي بتجي مشنوب النجاح أنا أعمل لي موقع في المجتمع بتاعي دي أنا خلاص مجتمع قبلني وأنا موجود فيه يبقى أنا بعد ذا ممكن أبتدي أكون شخص متميز أحاول أنجح بكل أشكال النجاح المعروفة للناس دي يعني عاوز أعمل يكون عندي وظيفة كويسة يكون عندي سمعة طيبة يكون عندي الحاجات دي اسمى الحاجة للتقدير ودي بتخلي الناس يسعوا للنجاح الشخصي والنجاح المستوى الاجتماعي والحول ودي بتخلي الناس يعني يكون عندهم رغبة في تغيير واقعهم هما وواقع من حولهم وهكذا يحدث التقدم والازدهار في المجتمعات المختلفة اللي هي النيدة دي حاجة موجودة بردو داخلنا نحن بنحب نكون متميزين ونحب نكون ناجحين ونحب نساعد الآخرين دي حاجة بردو فينا بتدينا إحساس بالرضى والسعادة أكثر من أنه أنت بس تكون أناني وتكون يعني منحصر في حياتك أنت براك يعني طيب زي ما قلت لكم حكاية التحقيق الزات اللي هو بالانجليز يسمه self-actualization دي ما بيصلوها كل الناس أغلب الناس الناجحين بيفضلوا هنا انت عملت درجة كبيرة من النجاح في حياتك ولكن ما وصلت لدرجة التميز والتفرد اللي هي بيصلوا ليها العباقرة والناس اللي خططوا حياتهم بصورة دقيقة جدا وكان عندهم هدف هما عارفين مما هما صغار وبيشتغلوا ليه لحد ما وصلوا ليه يعني دي بيجي فيها منهم يجي فيها الناس المشاهير ديل مثلا مشاهير في عالم الموسيقى مثلا موتسارت موتسارت دا شخص وصل لي self-actualization في مجال الموسيقى مثلا الناس العباقرة اللي اخترعوا الحاجات واللي عملوا ما بعرف نظريات فلسفية ونظريات علمية ديل يعتبروا وصلوا درجات من النجاح والتميز بحيث انه ما في كتار منهم التاريخ يظل يذكر فيهم لانهم هما مختلفين عن كل اللي حولهم فديد وصلوا هنا وده يعني انت مفروض يكون عندك حدف انك تصل لهذه الدرجة ولكن دي دير عليها عوامل كثيرة تتوفر من ضمنها مواحب متفردة وعمل دقوب وفوكس في تحقيق هذا الغرض من حياة الإنسان ودي حاجات شوية ادفانست طيب كيف يستخدم نحنا كيف ممكن نستخدم هرم مازلو دا انا ذكرت الكلام دا عشان الناس بستفهم هو شنو النظرية فيه يعني هرم مازلو دا بالرغم انه هو يمكن لما يعملوا في الاول ما كان بيفكر فيه بالطريقة دي لكن الناس قامت بعد ما بيقى يعني او لما نظروا الى هزا النوع من التفكير اكتشفوا انه نحنا ممكن نستخدمه بطرق مختلفة ممكن نستخدمه كأداء لتحليل الواقع يعني مثلا والواقع دا ممكن يكون واقع افراد او واقع مجتمعات مثلا انا اجي لواقعنا في السودان قبل الحرب قبل الحرب نحنا في الغالب يعني احتياجاتنا الجسدية والفيسيولوجية كانت لدرجة كبيرة متوفرة الحاجة للامن او الامن من ناحية امن اقتصادي امن على الارواح وامن على الممتلكات وكذا كان افضل بكثير طبعا مما هو الان الان دلوقت في الامن صفر يعني للاسف ولكن الوضع الامني كان افضل الناس كان عندها شغل وكان عندها دخل كان عندها دخل سابت او معروف قد يكون بيكفي او لا يكفي الاحتياجات ولكن موجود والامن على الارواح والممتلكات كان افضل بكثير نحنا كان ممكن او نحنا ايثنك اننا كنا وصلنا لدرجة انه حتى حاجات اجتماعية كانت مكفلنا نحنا عندنا علاقات طيبة مع بعض والناس المجتمع كان مترابط والمجتمع كان فيه كل السمات المجتمعية للدول الحديثة نحنا ما عبارة عن شراز من الناس مثلا وعصابات وكلامات زي ذي نحنا نحنا عندنا علاقات مجتمعية كويسة وفي كثير من هذه الاحتياجات الاجتماعية متوفرة بعد ذلك طبعا اعلى من ذلك انا افتكر انه ما كانت حاجات هنا يعني حتى الطرق النجاح واشكال النجاح في السودان كانت اشكال مشوهة انا في نظري اللي هي النجاح لنكون بنجيسه بالمال وامتلاكه مثلا وده طريقة غير صحية لقياس النجاح النجاح لا يقاس بالممتلكات الخارجية وبالذات اذا كانت هذه الممتلكات جات عن طريق غير شرعي او طريق نهب وسرقة واختلاص وغش والحاجات اللي كانت حاصلة في السودان فيبدأ نحنا ما كنا في وحية تعالية شديد في الهرمدة ولكن كنا مؤكد جدا افضل من وضعنا الحالي انا جيد لو جيد للوقتي او قيم وضعنا الحالي في السودان بقول انه نحنا هنا في ناز هنا اللي فقط قادرين على حفظ اجسادهم من الزبول والهزال وحتى الموت ولكن ليس لديهم امن الامن منعدم في اماكن كثيرة اماكن الحرب بالذات يبدأ نحنا لسا حايمين بين الحاجتين ذي وده يعتبر تدهور تدهور شديد بالمناسبة تدهور شديد من الحالة نحنا كنا فيها للحالة الحالية وده الوضع ده بالنسبة لي اغلبية الشعب السوداني دلوقتي الشعب السوداني موجود داخل السودان اللي خارج السودان دير وضعهم مختلف وهم انا ماذا را اتكلم عن وضعهم دلوقتي ده ما حاجة ده ما مهم هنا في اللحظة دي انا بتكلم عن الناس اللي موجودين في مناطق الحرب وفي داخل السودان طيب يبقى زي ما قلت لكم نستخدم هذا الهرم عشان نغيم وضعنا نحنا دلوقتي عملنا تغييم لوضعنا الحالي طيب هل ممكن استخدموا له طريقة تانية؟ لا ممكن استخدموا عشان اخطط اخطط انا كيف ابدأ عملية الإصلاح والترميم والتعمير ما انا لما ارجع بيتي ده البيت حيكون في حالة يرثى لها حالة بتكون البيت تسرق ما فيش عفش وسخان ومهشم وغد يكون مكسر ويعني يعني بيتي ده يمكن يكون ارض ياس انا عندي ارض بتحتي لكن مقاومات انه بيت غد تكون اختفت والحكاية زي ما قلت لكم بدرجات مختلفة ما في ناس وضع بيوتهم احسن من غيرهم يعني طيب كيف نحنا نفكر في عملية الإصلاح ما احنا دلوقت دارين نمشي نبتدي 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 القصة دي كيف مع الحكاية دي ده شي كتير خلاص طيب زي ما قلت لكم نحنا نبتدي من تحت من هنا ايه ها الاحتياجات الاساسية الجسدية دايرين اكل دايرين شراب دايرين وقود عشان نقدر نطبخ ونعمل الحاجات المحتاجة وقود وحطاقة دايرين مسكن مسكن مهم لازم مسكن دايرين المسكن ده يكون فيه بعض الامور يعني دورة مياه دايرين مطبخ في المسكن دا دايرين باب يكون بيتقفل شفتوا الكلام دا عرفوه دايرين باب يتقفل علينا دايرين احتياج اساسي اوكي دايرين زي ما قلت لكم مصدر الوقود عشان نقدر نطبخ ودايرين يعني حتة ننوم فيها وانا لما نقول حتة ننوم فيها هادي ما باقصوط مش تشتروش سرعير اول حاجة لا ممكن الناس تشوف مراتب تشوف مراتب او تشوف لحافات او تشوف اي طريقة بحيث انه كل زول من الناس البيت يعمل ليه وحتة للنوم اوكي طيب ابقى دين احتياجات الناس اللي تكتهد اول حاجة عملها شوفوا ليكم باب يتقفل عليكم شوفوا الدورات المياه بتاعتكم كيف شوفوا مصادر الاكل والشراب شنو لو بيقى في مياه جارية يكون احسن طبعا وشوفوا الوقود اللي هتستخدموا شنو هتستخدموا فحم في غاز في كهر والله انا ما عارفها يعني صراحة ما بقدر افتي لكن دي الحاجات اللي المفروض الناس بحثهم يتركز فيها في الاول وزي ما قلت لكم كل فرد من افراد البيت يشوف ليهو حتة للنوم يجهز ليه حتة ينوم فيها حتة ينوم فيها دي ما ضروري زي ما قلت لكم تمشوا طواري تقولوا هنشتري العفش و هنشتري هنا دي في الوقت دا ما مهمة المهمة الحاجات دي بحيث انه انت يكون عندك فونشنينج يونيت انت بيت دا بتقدر تشتغل فيه تعيش فيه واهم حاجة في القصة دي كلها يا جماعة التواضع اي زول جاي باحلام وامال انه فجأة كده دا تاني يوم بيته حيكون بريستين وفيه كل الخدمات وفيه دا زول وهمان الكلام دا ما حيحصل حتى لو انت عندك القروش في يدك القصة دي بوضع البلد الحالي ما متاحة ما حتلقى العفش اللي انت دايره ما حتلقى الزور اللي حيجي تصليح بيت اللي صليح ليك بيتك دا بالطريقة اللي انت عاوزه ما حتلقى الحاجات دي الحاجات دي ما متاحة حتى لو يعني القصة ما بس قصة قروش والقروش هي مشكلة طمعا نحنا محتاجين اموال كثيرة عشان نقدر نرجع القصة دي لأي وضع ممكن يكون افضل من اللي احنا فيه دي الوقت يبقى الناس تمشي بتواضع وبتوقعات واقعية بحاجات يعني ما فيه احلام وتزمر من انه ليه ما حصل كده وحصل كده لا 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 ما فيه انت ما دا الحصل خلاص الحصل حصل اوكي والفقد دا فقد عام كل الناس فقدت كل الناس اصيبت بالمصيبة دي ما انت براك ولا انت براك اوكي فيبقى نحنا بس نحاول ننظم تفكيرنا بحيث انه نبتدي بالاساسيات الاساسية اللي هتخلينا قادرين نقعد في البيت دا وشوية شوية الناس تحاول تصعد في الهرمة اللي انا ذكرت لكم دا ها من الاساسيات اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها عشان احنا نصل مستوى بالنسبة لنا يكون مقبول وده ما حيحصل فجأة دا حيحصل بصورة بطيئة عبر زمن طويل اوكي ووظيفة او المهمة بتاعت انه الناس حترجع لحياته دي مهمة ما بتحتك انت بس يعني يعني انت مختص مثلا بامر بيتك او انت بامر بيتك يعني انا بتكلم عنه لما اقول بيتك بقصود رجال ونساء يعني كل الناس وبالمناسبة يعني اي زول بقدر يعمل اي حاجة حتى ولو بسيطة رجل او امرأة اعملها اوكي نحن مفروض نتعامل مع هذا الوضع بتواضع بالغ التواضع اهم حاجة في الحتة دي اوكي دلوقت ما فيش شغل سوق العمل صفر اوكي لفئات كثيرة بالذات الفئات المتعلمة الفئات اللي بتشتغل شغل يدوي بالمناسبة هيكون عندها سوى عمل كويس لكن اللي هتشتغل بعمل مكتبي دل ما في الوقت ده ما عندهم حاجة فابقى انت اذا عندك طريقة وانتي انا انت او انتي اذا عندكم اي موهبة او معرفة بتدخلك قروش طوان يعملها طوان يعملها لحد ما القصة يتنفرج بالمناسبة يعني بتعرف تبني امشي طوالي اشتغل بنا بتعرف في الكهربا دي امشي طوالي اشتغل امور كهربا تعرف تحفر تعرف تزرع تعرف تقلق اي حاجة بتعرف تعملها كصايد مهارة جانبية امشي استخدمها عشان تقدر يكون عندك انكم وتقدر شوية شوية تصلح من امرك لانه انت محتاج قروش يعني هذه الناس محتاجة قروش طيب فابقى انا الحاجة دار اقول شنو ان القصة دي هتاخد وقت ودائرة تحديد للأولويات ودائرة واقعية في التفكير ودائرة تواضع مننا واي حد بيقدر يساهم في ادخال اي مدخول حتى ولو كان بسيط يعملوا رجال نساء كبار صغار اي زول بيقدر يعملها طيب الحاجات الاساسية يبقى اة زي ما قلنا اه الحاجة اذن ذكرت عليكم دي اكل شراب ما بعرف اي شو امان اقفل الباب باب دا عليك شوف دورة مياه شوف المطبخ شوف وقود شوف هناك مصدر بتاع نور لو فيك تهرباوي يا سلام ديها شها رائعة ولو ما فيها لناس تجيب فانوس اجيب شموع تتصرف يعني طيب وشوية شوية زي ما قلنا نحن حنطلع فوق الهرم ده لحد ما نصل حتى نحن دائرنا الحاجة للأمان دي اللي هي الأمان زي ما قلت لكم هو درجات فيه أمان على الروح والنفس والممتلكات فيه أمان الاقتصادي فيه أمان للحاجات التانية الأساسية هذه الأساسية التانية دي هي شنو التعليم مثلا العيال دي كانوا برا المدارس ليهم شنو ليهم كمسة مدة طويرة جدا على الأقل سنة ما فيز بعيل ماشى لو مدرسة غايته على حسن معلوماتي أنا متأكيدة طبعا ممكن فيه ناس ماشوا مدارس لكن على حسن معلوماتي ما فيز حد ماشى مدرسة يبقى دائل نحن دائرين بأقرب فرصة ممكنة ندخلهم في القصة بتاعة يرجعوا مدارس تاني المدارس دائرة حاجات كثيرة دائرة مبنى دائرة مدرسين دائرة أدوات تدريس ودائرة الشفع دير ذاتهم هم دائرين برضو يأكلوا يشربوا يعني كده عشان يقدروا يتعلموا فأنا والله واحدة من المقترحات اللي بقولها عشان الناس تبتدي تفكر أنا ما عندي فكرة يعني مؤسسة خالص في القصة دي لكن بقول انه في بعض الحاجات اللي ممكن تكون أول حاجة نقص المعلمين نحن ممكن نتلافى المشكلة دي بانه الناس اللي في الصفوف الصغيرة درسوهم مختلط مدارس مختلطة بدلا المدرسة تكون مكسومة بنات وأولاد وانت ما لاقي معلمين لمدرسة واحدة خدتهم مع بعض في الفصول تكون الفصول مختلطة والمعلمين قدر الموجودين يدرسوا الجماعة كلهم دي حاجة الحاجة الثانية اذا في اي اغاثات او مواد تموينية ممكن توفر اي منظمات ولا حكومة ولا كده الاطفال ديل ادوهم الهناية الاكبر ادوهم النصيب الاكبر يعني مثلا في بعض المنظمات بتجيب وجبات جاهزة اللي هي الانديفيدي والهناية دي تدل الطفل كده بتاعه الحاجة دي لو قدروا على الاقابة الطفل دي يأكل وجبة في اليوم بالشكل ده دي توزع له في المدرسة دي تكون حاجة رائعة جدا تساعد الاطفال وتساعد الاهلهم كمان لانه دي قد تكون الوجبة الوحيدة اللي هيقدروا يأكلوها مثلا في اليوم داك ما في وجبات جاهزة ما في بتاعه عندك مواد تموينية جافة دي تتوزع ووزع عليهم ويودهم لأهل عشان يستفيدوا منها يقدروا يعملهم اليوم اكد ويقدروا كده لانه الاطفال هم اكتر ناس هيتأثروا بقصة نقص الغذاء فنحنا مفوض نركز فيهم نركز عليهم اكتر من الكبار يعني نصيحة عامة اذا انت في عندك اكل كمية بحدودة بالنسبة لتكسيمه الاولوية للاطفال الاولوية للاطفال ويجوا الكبار بعضهم يعني الاطفال يأكلوا ثلاثة وجبات انت تأكل وجبة واحدة لا مشكلة انت بالمناسبة انت ما هتموت لو عملت كده يعني غد ينقص وزنك لكن ما بتموت يعني لكن اطفال ديل في مرحلة نمو والتغذية بالنسبة ليهم اساسية بالنسبة للتعليم تاني انه الشباب اللي كانوا شغالين في وظائف مكتبية ودي الوقت ما عندهم شغل ديل ممكن يعلموا يكونوا معلمين يتبرعوا او يتطوعوا يتطوعوا دي معناه ما هيدون قروش انا اتمنى انه الحكومة تديهم قروش على اللي حيعملوه ده لكن واحدة من الوظائف اللي ممكن يعملوها وتكون مفيدة للمجتمع في الزمن ده انه يدخلوا في مجال انهم يجوا معلمين مدرسين طيب نمشي الي قصة الصحة الصحة دي صحة وما ادراك ما الصحة مشكلة الوضع الصحي منهار تماما وماشاء الله عليهم كمان الجنجوي الديل يعني قدر الكام فيه تكسروه وخربوه وكده فانا كنصيحة عامة للناس بقول اهتم بصحتك انت كفرد صحتك انت وصحت اسرتك وده بيكون بانه انت تقلل تعرضك للامراض يعني تقلل مثلا احتمالات اصابتك بالاسهالات بالنزلات بالما بعرفيش يعني خلي حافظ على صحتك والطريقة بتاعت المحافظ على الصحة بالوقاية والمثلة بيقول الوقاية خير من العلاق ده مثل بالمناسبة زكي جدا وصحيح يعني الوقاية ده بتكون كيف؟ الوقاية بانه تحافظ على صحتك الشخصية سوري نظافتك الشخصية قدر الامكان تحاول تكون نظيف تعتني باسنانك تعتني بجسدك نظافة جسدك وتعتني بنظافة ملابسك وكده قدر الامكان الكلام ده طبعا كل الناس لما اقول تعتني دي بقصد رجال نساء اطفاء ثاني العناية بالنظافة العامة اللي هي الاكل اللي بتاكله الشراب اللي بتشربه يكون موية نظيفة يكون اكل نظيف ومغطى وفرش الناس تحاول تبعد عن انها تخزن الاكل الحاجات اللي بتبوز دي اكلوها فوري فرش اطبخ واكل طوال جبت خضار غسل كويس واكل ما تاخدتوا الحاجات لانها دي طالما الظروف ما يعني كويسة جدا معناها محافظة عليه او محافظة على الاكل او حفظة الاكل ما حتكون كويسة الموية اللي بتاكل عن طريق المواسر دي متوقع انها تكون منظفة ومعقمة وكدا ولكن الموية اللي بتشتريها من الشارع ولا الموية اللي جايبنا من مصدر راكض ولا كدا دي موية لازم تتغليه اغلوها الموية دي اوكي ما عندك طريقة تغلي الموية خدتها تحت الشمس يكون نجيب لك وعاء نظيف وخدت الموية بتحت الشراب دي وبتحت الطبيخ وبتحت الكده دي خدتها تحت الشمس هلو نستفيد من الشمس بتاعتنا دي اوكي فيبقى الاكل النظيفة الموية النظيفة النظافة الشخصية وبعدين حاربوا الزباب والبعوضة في حاجة مهمة بخصوص الوقاية اللي هي حكاية التطعيمات بالنسبة للاطفال وبالنسبة للكبار وانا في التطعيمات دي بالنسبة للاطفال طبعا عندهم بروتوكول معين للتطعيمات مفروض الناس انه يتبعوه انا ما عارف الحكاية دي هترجع هل هي موجودة هترجع متين ولكن هي حاجة مهمة يلحقوا الاطفال دي التطعيمات وملفاتتهم كلها هي حاجة مهمة لبقية حياتهم يعني ما بس السعدي بالنسبة للكبار في تطعيمات بتمنع الامراض الوبائية زي تطعيم بتاع الكوفيد كوفيد 19 التطعيم بتاع الانفلونزا وفي تطعيمات تانية بالمناسبة يعني تايفود ما بعرف اشو الحاجات زيادين انا بفتكر انها مهمة لكن تواجدة برضو يعني ما عارف والله ما بقدر افتن والله امشي المركز اعمل كده ولكن اين وجدت كويسة فابقى حكاية الوقاية دي حكاية بتعتمد على النظافة الشخصية والعامة ومحاربة الزباب والبعوضة وتعتمد كذلك على التطعيمات طيب تاني فيشنه تاني في الترميم والاصلاح قلنا دي قصة حتاخد وقت وممكن تبتدي بالتدريج المصادر المالية اللي هي انك تشتغل او في كتير من الناس حيعتمدوا على انه تترسل لهم قروش من برا دي برضها حاجة حتحصل كتير يعني ومصدر من مصادر الدخل لما انتجيكم القروش دي استخدموها بحكمة وشوفوا الاولويات يا جماعة الناس تتفق كأسرة انتو اقعدوا كده اجتمعوا مع بعض وتفاكروا في الاولويات شنو وخدتوا لست بتاعت اولويات والله الحاجات دي بالمناسبة كويسة خلاص التنظيم ده ممتاز انت لما انتنظم حياتك كده بالطريقة دي اي مشروع انت جاي عليه نظمه والمشروع ده دايما بيكون فيه انا داي را اعمل شنو وما الموارد اللي عندي شنو الموارد دي ضمنها المال في موارد تانية اللي هي مجهودك معرفتك الناس الجايبو مصلحو يعني دين كلها موارد فالمال ده استخدموه بحكمة وتدرجوا على حسب الاولويات زي ما قلت لكم والتواضع ثم التواضع والواقعية في التفكير ما فيه حد دي حيرجع ترجع له تياب الراحة كلها ولا ارابط الـ 2023 ولا ما فيه كلام زي ده حيحصل نحن خلينا نكون ننزل للواقع بتاعنا ونتعامل معاه كما هو يعني المسكن كذلك البنية التحتية دي طبعا ما شغلتكم انتم ودي شغلت الحكومة وإن شاء الله انا اتمنى انه يجي اه معتمد ولا وزير ولا حاجة يركز على الحاجات دي والبنية التحتية هي شنو هي الشوارع هي المواصلات وده موضوع تاني بالمناسبة كبير بعد العربات كمية العربات اللي تسرقت دي الناس هتبتدي تعتمد على المواصلات البنية التحتية هي المياه البنية التحتية هي تصليح الكباري البنية التحتية هي حاجات كثيرة المدارس اللي تكسرت دي المستشفيات دي كلها تعتبر بنية تحتية أوكي فالحاجات اللي تحريت تصرف الحكومة أو مسؤولية الحكومة مفروض إنها تبتدي تنظر لها وتحاول عشان الناس تقدر تبتدي حياتها تمشي وهكذا فأنا والله بس حبيت أشارك معاكم الطريقة دي في التفكير وعشان الناس تكون مع بعض وممكن في فيديوهات قادمة الواحد يتكلم عن كل من هذه الأمور على حدة مشكلة مثلا الصحة نقعد نقول والله كده وكده بتفاصيل أكتر يعني يعني ممكن نسكر المشاكل اللي بتصيب الأصحاب الأمراض المزمنة ويعملوا شنو ما يعملوا شنو فهنا فهمهم بعض الهناي الأمور اللي غد تساعدهم إنهم يتعاملوا مع أمراضهم دي بصورة أفضل في ظروفنا الصعبة دي وهكذا يعني فشوية شوية إن شاء الله هالناس تحاول تكون إيجابية في تفكيره وتحاول إنها تدخل على هذا الأمر بمرونة وبتأقلم كبير عشان القصة دي قصة كبيرة ودايرة أفضل ما عندنا يطلع وإن شاء الله يعني تكون لنا يعني اختبار ننجح فيه وامتحان نمر منه وإلى مرحلة قادمة أجمل وأفضل شكرا لكم اشتركوا في القناة